سيد محمود شاكر من جميل كبير هيوم بقى يقول لنا الزمالك هيشتغل ازاي؟ طيب طبعا كلنا شفنا جومز مدير فاني جديد لنادي الزمالك شكل اللي بيلعب به الراجل دايما بيعتمد على العمق اختراقات كلها بتاعته دايما من العمق نافترض ان ده نادي الزمالك عشان بس ما نغيرش البورد الناحية تاني فنادي الزمالك بيلعب ازاي؟ نادي الزمالك بيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد بس الشكل بيبعمل ازاي؟ بساطة شديدة اول ما نادي الزمالك بياخدوا الكرة هتلاقي ان على طول الاتنين سنتر باك حسام عبد المجيد وحمزة المسلوس هيزقوا النص المرعب اللي هنا هيبقى دونجة هنا هيكون عبدالله السعيد هيخش احمد حمدي ناصر ماهر هيخش نفس الكلام هنا واحمد السيد زيزو طبعا ده سيف الجزيري او سامسون واحمد السيد زيزو وفي نفس الوقت هتلاقي عندك احمد فتوح ونحية اليمين هيبقى عمر جابر دايما النادي الزمالك بيبقى على طول طول مواما على الاستحواز زي يا كريم لحد نص الملعب الاتنين دول بيبقوا او الاربعة دول بيبقوا عاملين كده ووقفين مع بعض حسام عبد المجيد وحمزة المسلوسي وعبدالله السعيد او دونجة وعبدالله السعيد قصة كلها في ايه النادي الزمالك بيعملها يا كريم ببساطة شديدة انه هو دايما بيخلي اللعيبة كلها الكويرة جوه عمق الملعب وبيخلي عمر جابر دايما مسك الخط عمر جابر عارفين ان مميزاته على الخط انما احمد فتوح دايما بيخش جوه الحتة دي احمد فتوح بيخش جوه الحتة دي ليه؟ عشان الكورة التانية دايما بتاعت احمد فتوح الراجل عنده مهارة كبيرة جدا ان هو يقدر يلعب الكورة البلسنج او الكورة لتشيب من تحت خط الدفاع فبالتالي بتلاقي لعبة نادي الزمالك بتحرك في دار الدفاع لما احمد فتوح يبقى هنا لو احمد فتوح هو اللي مسك الخط هتلاقي ناصر مهر الجوه طب لو احمد فتوح هو اللي مسك هنا يا ناصر مهر بيطلع هنا يا احمد حمدي اللعب كله عند نادي الزمالك دايما بيكون في الحتة دي فنادي الزمالك في الاخر بتلاقي النزيزه اللي متماس جدا عند الخط بيخش في العمق نفس الكلام هنا ناصر مهر ونفس الكلام هنا احمد حمدي وفتوح بيبقى واقف دايما في الحتة دي وعبدالله السعيد كمان بيزق معهم فاحنا بنتكلم ان النادي الزمالك دايماً بيكون اللعب كله في المنطقة قدام زون 14 او دايماً بيبقى فيه المساحات دي عشان خطر حركية اللي تبقى موجودة دايماً عن لعبة نادي الزمالك بيبقى فيه حركات كبيرة جداً وفي نفس الوقت كرة تلاعب في الظهر لسامسون معانا صور للمسات لعبي نادي الزمالك في المباراة اللي فاتت مباراة نادي الاتحاد والسؤال هنا ليه ناصر ماهر دايماً هو اللي بيلعب واللي هيبقى الأفضل للراجل عشان ببساطة شديدة الراجل عاوز يملى نص الملعب بكم لعبة كويرة كتيرة جداً لان ناصر ماهر لما نشوف بالحالات راجل دايماً بيشتغل في العمق اه ما بيشتغلش وينجل لان دايماً نادي الزمالك بيقتصر وكل اللعب بتاعه دايماً من العمق لو معانا نصور استعرضة اعرض الصور على طول ومحمود يكمل بتاعت نادي الزمالك صور اولانية خالص دي هنا دي الأماكن اللي استلم فيها لعبي نادي الزمالك في مبارات الاتحاد السكنداري الكورة بص أكتر ثلاث أرقام هتلاقيهم موجودين الرقم 42 اللي هو في الممر التاني اللي هو قدام الثمنتاشر وتمانية وربعين اللي هو قدام الزوم فورتين ورقم خمسين اللي هي الحتة بتاعت نص المرعب دايماً كل لعبي نادي الزمالك يا كريم مال ناحية الشمال وفي نفس الوقت مال دايماً ناحية العمق دايماً بص بقى على الأطراف هتلاقي 27-26 أرقام تكون أقل ضعف من الأرقام اللي في العمق شوف الصورة اللي بعدها على طول مهم أول أرقام دي جداً طباً دي هنا دي الأماكن اللي استلم فيها ناصر ماهر اللي مفروض بيلعب وينج في نادي الزمالك الكورة تلاقي ناصر ماهر اللي استلم الكورة في العمق عشر مرات في الممر في النص سبع مرات وصد بقى الناحية التانية على الطرف استلم ست مرات فقط شوف الصورة اللي بعدها أنا جايب لك الشكل اللي بيستلم فيه ناصر ماهر دايماً الكورة عشان السادة المشاهدين يبقوا أخدين بالهم الصورة اللي بعدها على طول هتلاقي إن دي الصورة بتاعت أحمد السائد زيزو بص الأماكن اللي بيستلم دايماً فيها زيزو الجديد اللي زيزو طبعاً كده كده على الطرف بس الجديد اللي زيزو دايماً بيستلم في العمق الصورة اللي بعدها على طول نفس الكلام برضو ده عبدالله السعيد برضو الأماكن اللي بيستلم فيها لا ده عفوا ده أحمد حمدي الأماكن اللي بيستلم فيها برضو هتلاقي إن 11.8 أكبر رقمين بيستلم فيهم أحمد حمدي دايما جوه العنق الصورة اللي بعدها الأخرانية خالص هنشوف إن دي دي الصور بتاعة عبدالله السعيد برضو الأماكن اللي بيستلم فيها عبدالله سعيد الكرة فاحنا نوصل من هنا نشوف الصورة كمان اللي بعدها نوصل إن نادي الزمالك دي بقى كم البصات اللي تلعبت من لعبي نادي الزمالك لبعض هتلاقي 13 ده مثلا أحمد فتوح هتلاقي 19 ده عبدالله السعيد 22 نصر ما بص يا كريم كم الكور اللي بتتلعب ما بين لعبي نادي الزمالك كلها في العمق الاختراقات بتاعة نادي الزمالك كلها دايما بتكون من العمق فممكن نكتفي بالصور دي ولو أعاوز يعني نكبال مرة جاءة نخش بالحالات نشوف الكلام ده هيتطبق إزاي عشان طبق الكلام اللي قلناه على البورد والأرقام دي